السيدة المؤنس كانت سأل سؤال من أمس بس الوقت كان ديّق بتسأل هل إن إحنا نطلع زكاة الفطر حبوب ولا تطلعها فلوس وإنه فيه شافت على الإنترنت يعني كتير من الفيديوهات للتشكيك في الناس اللي بتطلع زكاة الفطر فلوس وده إحنا قلت لحضراتكم ده سؤال كل سنة زكاة الفطر فرض الرسول عليه الصلاة والسلام كما أخبر الحديث طهرة للصائم وطعمة ليه الفقراء يعني هي إغناء ليه الفقير عن السؤال في يوم العيد فإحنا بنكفيهم الحاجة بتاعتهم ويجوز إن إحنا كمان تقديم إخراج زكاة الفطر من أول رمضان وحتى مغرب يعني يوم العيد المفتبية جواز إخراجها بالقيمة طب الفتوى دي أساسها إيه؟ أساسها مذهب السادة الأحناف الذين أجازوا إخراج القيمة بدل عن الحبوب يعني النهاردة أنت حتدي للناس أمحي مثلاً هيعملوا بيه إيه؟ إيه الحبوب اللي أنت حتديه لهم في هذا الزمان وعد أعمل بلبلة وشكك الناس وقول لهم لأ ما ينفعش وينفع والإمام أبو حنيفة يعني عالم جمع ما بين العلم وفقيه عظيم وتاجر كبير فنظرته للأمور كان فيها اعتراك بالحياة وبالتالي عمله العلمي كان فيه فهم دقيق إنه ممكن يأتي زمان الحبوب دي ما تكونش فيها نفع للفقير والبغية مش الحب البغية إغناء الفقير عن السؤال في هذا اليوم ممكن إغناءه هو اللي يقرره إغناءه ده عايز يسد حاجة عليه عايز يجيب شيء معين أنت ما تتدخلش في هذا فنعطيه القيمة اللي بتعلن كل سنة من دار الإفتاء وبيبقى لهم نظام وحساب معين ومقدرها هذا العام 35 جنيه كحد أدنى كحد أدنى والله نعاوز أطلع عن الفرد ألف جنيه أنا حر ألفين إن شاء الله مئة ألف كل ما هننفع الفقراء يكون أفضل ويبقى الناس تفهم الحكمة والمطلب المطلوب من إخراج هذه الزكاة طهرة للصائم من كلمة ألها ملهاش لازمة من موقف عمله مالوش داعي من تقعد يحكي مع الناس ومخدش باله من الكلام اللي قالوا إن لم تكن كلمة يحاسب عليها فممكن يعني يعاتب عليها كل دي أمور إحنا بنطلع ده طهرة للصائم مما قد يكون خدش أو جرح أو أثر على الصيام وفي نفس الوقت إغناء للفقير عن السؤال في يوم العيد ترجمة نانسي قنقر